وخلال كلمتي أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن الأمن والاستقرار هما الركزتان الأساسيتان لإحداث أي تغيير مناسب للدول لتحقيق أمال الشعوب وقدرة الدولة على تحقيق الأمن الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة اوعد تطلبه من الدولة دي أنها تتقدم أبدا لن تتقدم وده نموضوع بعملش دعوة وجهة زي هي خطة هو استهداف هو عدم وعي الناس أنا ما ليس دعوة في النهاية أقول الحالة التي تصنف بها بلدنا استقرار أو عدم استقرار فيها استقرار يبقى فيه أمل ما فيش استقرار يبقى ما فيش أمل ما حدش حيجي ما حدش ما حدش من حتى القطاع الخاصة اللي هم مواطن البلد لو جلت وقلت له تعمل مشروع عندك يقولك لو كانت البلد مش متطمن لها أروح بلد تانية دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها أرجع تاني أقول النقطة المهمة جدا جدا هي الاستقرار والأمن شكرا جدا